انت مروح تلعبت في ابو النادي كان في نادي ايه او مين وانت بتلعب في الحي وقال ان الولد ده هيبقى لعيب جامد اوه وفي اي نادي ممكن ياخده انا كان عندي خال في اسكندرية اسمه كمال خلي كمال الله ارحمه ده لو حالك ملعبش في نادي ولا حاجة لا بس ممكن تعرفه لو تفتكر لما كنت بتروحها تلعبه في اسكندرية كان فيه مشاكدع صوته عالي جدا 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 هو ده هو ده كان خلي كمال الله ارحمه ده كان بيضرب في نظره وانت احد ده يجريه الله ارحمه فابنه كان بيلعب في ناشيين كروم كروم كمان كانت فرق جمده وكانت فرق ناشيين فيها كويس اوي فقال لي تعال نلعب ماتش كده كان بيلعبه في شهر رمضان خمسيات قبل الفطار ازي دورات رمضانية اه بالظبط كده فأنا قال لي تعال احنا محتاجين واحد فتاق وانا قلت المدرب عليك تجي تلعب تعال اتكامل الفرق روحت لعبت كده عملت ماتش كويس وكسبنا واحد سفر انا اللي جبت الجول فبعد الماتش دوت خالي خالي كمال اتكلم والدي والدي قال له لا رفض قال له علي يا الطلاق ما بيقع وفا كان بيحب الطلاق كتير زر كان عايز يخلص من حبك لا هو من حبه عليك يعني كان ممكن يأذيك لا مش يأذيني بس حب بشدة بس اقال لي ايه فيه كان عارف علىك زمان كان فيه اختبارات في الاندية اه لحد هزير لحظة لا بس اختبارات كان ايه يعني خشوا عشرين واحد قسم كان بيجي كام حوالي النادي الالي انا بطلت لعبت ومسكت الاكاديميات كان بيجي لي في لهم عشرين الف هتشوف مين فيهم مزبوط صحيح فأنا روحت النادي للتحاد كان عندي تقريبا خمستاشر سنة خمستاشر سنة كام تقريبا كنت في اول سنوي او تلت اعداد حاجة زيك فأنا كان جسمي صغير قوي نعم فكان افتكر طبعا كانوا انت وتير واحد الاتحاد الاتحاد كان الله يرحمه الكابتن احمد صالح اه طبعا رحمه الله عليه اه اللي جاب الجنف نهائي كاس مصر ده مزا مالك احمد اه تقال له اغنية احمد احمد يا صالح وكانت كابتن فؤاد مرسي اه فالمهم عملوا اختبارات فعديت الاختبار الاول واختبار التاني فقاله بكرا بقى الاختبار التالي اللي هو الفينيش بقى اللي هو تقسيمة بقى شوية ملمسش الكرة اصلا في التقسيم فكل واحد بقى عايز اخد الكرة ويبين نفسه فبعد ما خلصنا الكابتن فؤاد قال لي انت جسمك صغير السنة الجاة تجبر وتيجي ان شاء الله فانا وصلت مش هادر تكلم فروحت زعلان زعلت وعيطت وفتاقه عاجات كده وخلص ما فيش نصير بابا مش من نوع اللي هو الله يرحمه ان هو يروح يكلم حد عليه اه هو ما صدق انا جات منهم اه اه لا هو مقتنع بحاجة ان هي انت عندك الموهبة موهبتك هتجبر الناس هتفرض على اي حد بالظبط فماكلمش حد اه بعدها بسنة كان حولت معاه مرة تانية فمش اللي حول معاه مش انا برضو كان خالي بس كان خالي عادل الله ارحمه اللي هو اللي ليه في الاتحاد خالي عادل اللي هو كان في المحلة وكان ماسك المدير فني كروم عادل احمد عادل احمد اه اه فهو حول معاه فقال لي خلص روح الولمبي روح الولمبي اه يعني خالك كان في الكروم ايه ايوز وابوك كان لك روح الولمبي اه اه لان كان الكروم ساعة درجة تانية اه اه والولمبي كان درجة اولى اه والولمبي كان درجة اولى فالولمبي كان مسك تحت سجر سنة الكابتن محمود بكر الكابتن محمود بكر اه اه فروحت له بابا كلمه وصا يعني كلمه اه التوسيقى كان زايدة لان اول يوم كابتن محمود قال لي ايه اجري حولين الملعب، عدت اجري ساعة، تعبت، بعد ساعة وقفت، ما قال ليش حاجة، قال لي فيه قلت له لا تعبت، قال لي طب خلاص بكرة ان شاء الله تيجي في نفس المعاد خد لك كمان ساعة عملت فعلا ساعة تانية بس كانت مختلف، قال لي بقى النهاردة مختلفة تماما، كانت محمود بكر كان دمه خفيف الله رحمه أوي يا رحمة الله عليك فقال لي بص النهاردة مختلفة تماما، خد كورة، حلو أوي، أنا قلت بقى هخش معهم فقال لي اللي احنا عملناه مبارح نعمله النهاردة بالكورة، ففضلت ألف ساعة بالكورة، وبعدين بعد كده في الآخر خالص برضو، المرة دي ولا بصري ولا كلم ودخلت جوه ولبست وروحت البيه، فقلت الوالدي اللي ارحمه فقال لي لا لا خلاص بقى هو مشغول بالفرقة بتاعته، خلاص انت ركز في ذاكرتك ما صدق، لحد بعد بالضبط، هو قال لي ايه؟ وعدني يعني ان انا بعد ما اخد السنوية العامة، حيسيبنا لها اه بعد السنوية العامة، يعني انت فيه وقت من الوقات حلاص المرحلة السنية بتاعتك مصبور، 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 ممفعش انك يعني انت كان ايه؟ 17 سنة، 17 سنة، 17 سنة، لست بقى أساسي، بالزاف، في فرقة من الفرق، بالزاف، فأنا يعني كنت متفرج على ماتشات، وطبعاً وكنت تلعب كرة شراب في نفس الوقت، اه، كنت تلعب كرة شراب ودورة رمضانية وحاجة كده اه، فأنا فترة من فترات كنت أبص على اللعيبة أقولي يعني ان انا ممكن ألعب مع اللعيبة ده ايه اللي انت بصيت عليهم وقلت نبقى زيهم ممكن يعني لعيبة كتير في الـ قول لا سامي، مش لعيبة كتير يعني كنت أشوف فرق ممكن ألعب فيها يعني كل واحد وأنا سوال كنت مبصة كنت أقولي كابتن صالح وكابتن فناجيلي ولعيبة النجوم مصطفى كابتن مصطفى رياض طبعاً كابتن رضا وشيحة الله يرحمهم طبعاً في الإسماعيل كنت بأتفرج عليهم يعني انتفرجت على نهاية كاس إفريقيا الإنجلبير والإسماعيلي وأنا قاعد في المدرك بأتفرج بأقول الله طب أنا ممكن ألعب زي كابتن صالح عبدالرياض وزي كابتن عالم مريشا وصممت أن أنا لازم ألعب أي مرت أنت بالفترة دي وأنا نفس الحكاية مين يلعيبة اللي انت شفتها وقلت لازم ممكن ألعب زيهم وأحسن منهم يعني أنا مثلاً لا مش أحسن منهم بس يعني كنت بقول أن أنا ممكن ألعب بخش معهم يعني أنا لو كنت مثلاً ميال للنادي الأهلي ونادي الإسماعيل للأهلي والإسماعيل وفي الأول خالص وأنا صغير كنت المحلة لأن أنا لازم كنت مع خالك بقى بالظبط يعني هو خالي حتى في الفترة من فترات كنت أنا وأنا صغير لحد يمكن سنة ستة بتداي كنت أنا ميال جداً للفرقة المحلة خالي كان مساعد مدرب كان ميسيو إيفان كان ميسيو إيفان هو اللي مسك الفرقة مجموعة المدربين اللي جوا مرة واحدة للأنديها كلها أيوة بالظبط وهو من قبلها 72-73 كان غاز المحلة أخذ بطولة الدوري وكان مدير فن يا أحمد حمده وكان عدل أحمد اللي يرحمه خالي كان مساعد لي كويس فأنا كنت قريب جداً وأنا مواليد المحلة على فكرة أنت مواليد المحلة؟ أنا مواليد المحلة أنا مواليد المحلة وإيه اللي بعدك وإيه اللي سبك خصبة المحلة والدي برضا والدي الله يرحمه بس هي قصته أنه يعني نقل من فريق لفريق فعشان كده نقل إسكندرية ترجمة نانسي قنقر